ننتقل الآن إلى البنية الفنية وبداية الأسلوب التعبيري استخرج نص كلمات التي تنتمي إلى مجال النفس هذا السؤال أصبح عندكنا من البديهية فأليس كذلك؟ هل بعد مرور بعشرات النصوص هل أصبح هذا السؤال واضح؟ نعم كما قلنا في أول لقاء أن هذا السؤال سيصبح من البديهيات عندنا فهذا أمر مبشر إن شاء الله إذن استخرج نص كلمات تنتمي إلى مجال النفس فنعود إلى النص كلمات إلى علاقة بالنفس كثيرة اللوم النفس الرغائب كرها أغراني والزهد وراغب وحريص وجبان وأشتهي وحرص وجبن وعار ورغب ورهب ورغبة ورغيبة ورهبة وخاف كل هذه الكلمات لها علاقة بالنفس ما أكثرها في النص فأخذوا ما تشاءون من الكلمات طالما اعتمد الشاعر على السوب الخبر ما غرضه أرى هناك تعجبا وحق لكم أن تتعجبوه نعم اعتمد الشاعر على السوب الخبر ما غرضه من ذلك لماذا اعتمد الشاعر على سوب الخبر دائما قلنا عندما يكون الموضوع وصف لابد أن نتك الشاعر على السوب الخبر لأنه يخبر فاعتمد الشاعر على سوب الخبر ما غرضه من ذلك نقول اعتمد الشاعر على سوب الخبر لإقناع السامع أو القارئ بما يريد من خلال سرد الوقائع والأحداث وقرونة بالأدلة والبراهين ولتوضيح وجهة نظره يعني من أجل أن يرسم حالة نفسية ويصور الواقع ويستطيع أن ينقله إلى المتلقي هل هذا السؤال واضح أيضا؟ نعم إذا اعتمد الشاعر على الأسلوب الخبر لإقناع السامع والقارئ بما يريد من خلال سرد الوقائع الأحداث مقرونة بالأدلة والبراهين لنقل حالة نفسية ورسم حالة نفسية ونقل الواقع الذي يريد ويقدم لنا الأدلة والبراهين ليحاول إقناعنا فهذا كله يحتاج إلى أسلوب خباري السؤال الذي يليه يقول طغت الجمل الفعلية على النص ما علاقة ذلك بحالة الشاعر نفسي دائما الجمل تعطي كما قلنا في لقاء السابقة يعني الجمل والأفعال تعطي حركة بوضاء جلبة حيوية للنص إذا انطغى الجمل الفعلية على النص ما علاقة ذلك بحالة الشاعر نفسية طبعا هنا جمل حملت مفهوم التغيير لأنها تدل على التغيير والتبدل وليس على الاستقرار والثبات وذلك لوصف حالة الشاعر على أنها غير مستقرة إضافة للتوزع بين ماضي وحاضر ومستقبل أي ما حصل وما يحصل وما قد يحصل تنوع إذن يعني باختصار نقول للدلال على التغيير والتبدل على عكس الاستقرار والثبات السؤال الذي ليه يعني فيكم تقول يدل على الحركة والإطراب على القلق فأكثر من الأفعال السؤال الآن يقول ما الغرض من الاستفهام في البيت الأخير الغرض من الاستفهام من البيت الأخير قال من يريد غاياتي ألا من يريد غاياتي والغاية بعد المذاهب الغرض هو الاستنكار استنكار ومن يقول التعجب صحيح ومن قال الاستنكار والتعجب صحيح يعني هي والأوضح أن يقول الاستنكار يعني دائما نحن قلنا من غرض الاستفهام والاستنكار والتعجب صحيح طبعا نحن نذكر هنا عندما سيد مريم عليه السلام أشارت إليه قالوا كيف أحظوا تذكروا هذا المثال كيف نكلم من كان في المهد الصبية هذا تعجب وأيضا استفهام يخرج التعجب أإذا كنا رفاتا أإننا لم يبعوثون هذا استنكار يعني السؤال فيه استنكار وكما نعلم أن الاستفهام أيضا يفيد تمني وأشياء كثيرة السؤال الذي يليه الآن في الأسلوب التصويري نقول التصوير نوعان كما نعلم خيالي وواقع وقد استخدم الشعر كليهما في النصحات مثال لكل منها لاحظوا الآن تصوير الخيالي كعندما قال أستار غيب الله هذا صورة لكن يشيء من الخيال أما الواقعي فأذاقتني الأسفار قدمت رجلا أخرت رجلا هذا تصوير واقعي لكن أن يعني الشيء من الخيالي وكأن الغيب موجود ومزدل عليه ستار يغطي يعني فيه شيء من الخيال السؤال الذي يليه الآن أيضا في الأسلوب التصويري يقول جسدت الصور في النص حالة القلق والأضطراب التي عصفت بشار شيء واضح جدا القلق والأضطراب صح قدمت رجلا وأخرت رجلا إذن لحظه القلق والأضطراب عندما قال تنازعني رغب ورهب كلاهم القلب ترددوا ارتباك عندما قال قدمت رجلا وأخرت رجلا هذا بدل على تردد الارتباك اللي بدل على القلق والأضطراب تنازعني رغب ورهب كلاهما قوي ما زلنا في الأسلوب التصويري والسؤال يقول سمي كل من الصور الآله ثم اذكر قيمتها الفنية وهذا السؤال تقريبا أجبنا عليه من خلال استخراج الصور هذا قطن الأسفار وهي استعارة مكنية تفيد التوضيح أستار غيب الله هذه استعارة مكنية أيضا تفيد التوضيح قدمت رجلا رغبة وأخرت رجلا هذا كناية يعني أيضا تفيد توضيح طبعا توضيح تردده وقلقه وارتباكه الموسيقى الآن موسيقى الشعر يقول أقام الشعر الموسيقى الداخلي في النص على عناصر منها نحن نعلم ما هي منابع الموسيقى الداخلي التكرار سعر اشتقاقية حسنات لفضية حروف الهمس إذن أقام الشعر الموسيقى الداخلية في النص على عناصر منها تكرار الكلمات في البيت الواحد التوازن حروف الهمس مثل لكل منها في النص أرر لحظة هنا بالنسبة للسؤال هنا يجب أن نجيب على الأسئلة ما يخص الموسيقى الداخلية فعلينا نأتي إلى ما يخص الموسيقى الخارجية فاكتبوا عنكم الإجابة هلأ في عندي التكرار التكرار إذا تذكروا في التكرار كرر كلمة اللوم اكتبوا عنكم سجدوها التكرار تكرر اللوم في البيت الأول دعي اللوم إن اللوم صح هذا واحد تكرر كلمة كيس لحظة روح على البيت تتلاقوا وفي السعي كيس ونفوس وليس بكيس كرر كلمة الكيس أيضا تكرر كلمة الفقر بالبيت السابع رجعوا للبيت السابع تلاقوا فإنه فقير أتاه الفقر أو فينا نقول هاي مون تكرار في كون تقول هاي سيق اشتقاقي فقر وفقير سيق اشتقاقي سيق اشتقاقي خلي يكون على اللوم واللوم وأيضا كلمة الرحال بالبيت التاني الرحال الرحال إذا بالبيت الأول والتاني والتاني بتلاحظوا فيه تكرار اللوم اللوم في البيت الأول الرحال الرحال في البيت التاني كيس كيس في البيت التاني هذا تكرار خيط عبقوا لكم كمان بده تكرار والتوازن التوازن في عنكن في عنكن مثلا المعاتب وفي عنكن المغايب والمعاطب يعني الرغائب معاتب الرغائب في عنكن لحظة راغب ورغائب كمان هاي صياغ اشتقاقية رغائب وراغب هاي أيضا صياغ اشتقاقية في عنكن مذهبي ومذاهب هاي صياغ اشتقاقي غايتي وغايات هاي صياغ اشتقاقي حروف الهمس في عنكن خدوا حرف السين خدوا في عندك تلك كلمات كيس ونفوس ونفائس واسفدار واسفدار وسيد ونفس إذن هذا بالنسبة إلى عناصر الموسيقى الداخلية إذن تكرار حددناها توازن حددناها حروف الهمس حددناها هوني ممكن نضيف للموسيقى الخارجية أنه في عندي بالموسيقى الخارجية الباء المكسورة الباء المكسورة المعاتبي بكاسبي الرغائبي وهذا يتناسب مع الإحساس بالألم والحزن من جهة والقلق والأطراب من جهة أخرى لكنها إجابة للموسيقى الخارجية هذا يعني إجابة إضافية لكن الإجابة الأساسية أجبنا عنها شفويا تكرار كلمة اللوم في أكثر من الموضع في البيت الأول تكرار الرحال في البيت الثاني وتكرار كيس في المقطع في البيت الثالث توازن كثير من الكلمات أدي فيها توازن اللي هي قافي يعني المعاتب وكاسب ورغائب ومثاوب ومغايب ومعاطب ومذاهب كل هذا توازن حروف الهمس كما قلت لكم يعني فيه عندك كثير كلمات في حرف السين خاصة روح على البيت الثالث بتلاقه سعي كيس نفوس نفائس ليس بكيس لاحظوا شقد في حرف السين في البيت الثالث إذن هذا هو حروف الهمس ترجمة نانسي قنقر